يا أسفاه أين وصلت البلاد في عهد كمشة الجنرالات في عهد هذه العصابات لكن أردت أن لا أن لا أذهب اليوم قبل أن على الأقل نقف على شيء إيجابي والحمد لله أن هناك كثير من الإيجابيات في هذه البلاد عند الشباب وعند الناس وعند المواطنين اللي رغم بعض منهم يجتهد وكان هذا اجتهاد من شباب في مدينة لغواط الشباب من شمال أفريقيا رجعوا أمجاد علم أديم بالعالم الإسلامي هذول الشباب مش من ألمانيا ولا أمريكا ولا بريطانيا هذول الشباب من الجزائر عيشان رئيس جمعية سهيل لأنه الفلاك وعولهم الفضاء عيشان لخضر طارق وغيرهم من الشباب الجزائري بمعدات بسيطة جدا رصدوا ظاهرة فريدة بالسماء نجم مستواج رح يدخلهم لأهم وكالة فضائية ناسا الشباب ذكرونا بواحد من أهم العلوم اللي ازدهرت بالعصر الزهبي على إيدي عدد كبير من العلماء المسلمين بعلم الفلاك ابن سينو ابن الهيثم ابن الرشد وعشرات من الأسماء اللي سمعناها بدروس التاريخ نعلمونا كيف نعرف طريقنا بالبر وبالبحر من خلال النجوم والشهور الإسلامية عن طريق دورة الأمر وهلأ صار وقت تتعرفوا على الأخضر مختاري واحد من الشباب الثلاثة وعضو جمهية السليل لعلم الفلاك وعلم الفضاء بولاية الأخوات بالجزائر نحن الآن أمام إنجاز التاريخي قامت به جمهية سوهية ليش هيدا الإنجاز مهم وليش عامل هاي الضجة الحمد لله في كل الأرص كوي كبير مع النجاح وكانت تم اكتشاف نجم المستوز النجم المستوز هو عبارة عن نجمين قرام كثير على بعض بدوروا حوالين بعض بسرعة عالية جدا بس عن بعيد ببينوا واحد وعادة الصحب كثير حيا الله أهلا الشباب وحيا الله كل مجتهد وكل حر في هذه البلاد حيا الله الحرار أين موجدوا وأين مكانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته